بسم الله الرحمن الرحيم ومساء الخير على كل مشاهدي قنوات تون تايم سبورت في كل مكان ولسه نتواصل مع حضراتكم في مؤجلات دوري نايل ولكن قبل ما نتكلم عن اللقاء اليوم خلونا كده نستعرض لقاء برضو اللي كان موجود ومؤجل من الجولة السبعتاشر بالأمس وقال لكم كده ننتيجة اللقاء الزمالك وبلدية المحلة تلعب برح وكان تعادل السلبي بين الفرقتين الزمالك كان عنده دوافع ان هو يفوز ويكمل الانتصارات وبلدية كانت بتقاتل من أجل الفوز علشان تفضل موجودة فأمل البقاء في دوري نايل أما عن اللقاء اليوم اللي هيكون طبعا بين مودرن سبورت والنادي الأهلي وأيضا لقاء مؤجل من الأسبوع السبعتاشر هيكون الساعة تسعة هيكون الساعة سبعة مساء في استاد القاهرة الدولي طبعا اللقاء هيكون قوي جدا الساعة تسعة بين مودرن سبورت والنادي الأهلي لقاء في ندية من الفرقتين مودرن سبورت عايز يحقق نتيجة إيجابية علشان يبمن مكانه في المربع الزهبي أما النادي الأهلي عايز يكمل السباق ويكمل الانتصار وخطار الفوز ويواصل الانتصارات قبل ما نتكلم بالتفصيل عن أرقام لقاء اليوم خلونا كده نستعرض جدول دوري نايل قبل اللقاء بتاع النهارة المركز الأول بيرامدز برصيد 68 نقطة وأصبح المكان ده مهدد بشكل كبير جدا من النادي الأهلي اللي جاي ب13 انتصار متتالي وبيبحث اليوم عن الانتصار 14 في المركز الثاني ب60 نقطة أما المصري طبعا موجود في المركز الثالث ب51 نقطة مودرن سبورت المركز الرابع 47 نقطة بيأمل يفوز عشان يوصل ل50 نقطة ويفضل موجود ويضغط أكتر وأكتر على صاحب المركز الثالث النادي المصري سموحة موجود في المركز الخامس 45 نقطة نادي الزمالك بعد تعادل الأمس يوصل ل42 نقطة في المركز السادس بنفس عدد النقاط يتساوى امبي 42 نقطة مع الزمالك ولكنه في المركز السابع مركز الثامن زد 41 نقطة سراميكا بنفس النقاط في المركز التاسع الاتحاد في المركز العاشر 38 نقطة طلق الجيش في المركز 11 35 نقطة البنك الأهلي المركز الـ 12 33 نقطة الجونة 32 نقطة المركز 13 الإسماعيلي مركز الـ 14 31 نقطة فاركو في المركز الـ 15 29 نقطة والبلدية بعد تعادل انبارح يبقوا 24 نقطة في المركز 16 المقاولون العرب في المركز 17 20 نقطة والداخلية في المركز الأخير 19 نقطة الغريب في الجدول ان الفرق اللي كملت لقاءتها ولعب التلاتين لقاء هم اللي موجودين من بعد المركز العاشر يعني الناس اللي عندها مؤجلات موجودين من المركز الأول للتامن يمكن فيه فريق واحد بس اللي نقصته مطشاطه مؤجل له مطشاطه هو المقاولون 28 لقاء اللي عيبهم حتى الآن لكن من المركز العاشر للمركز التمنتاشر شيء منهم قولين كلهم لعبوا 30 لقاء لكن من المركز التاسع لحد المركز الأول لسه فضل لهم مؤجلات ودي مفرقة غريبة في جدول الترتيب خلونا نطلع لفاصل سريع ونرجع نتكلم بالأرقام بقى بين مودر سبورت والنادي الأهل